متنزه ثادق الوطني يبعد عن العاصمة الرياض 120 كيلو شمالاً مساحته حوالي 600 مليون متر مختلفة تضاريس أو ديه رمال أو ديه شعاب وظهار في عدة مشاريع تشجير ومشاة الإكثار وحماية والجوبارك تم استزراع ما يقارب 250 ألف شجرة وأكثر من مليون شجيرة الشجيرة عن طريق نثر البذور والأشجار عن طريق حصاد مياه الأمطار وعن طريق مدرجات تثبيت التربة ونشر مياه عمل أكثر من مئات مدرج لنشر المياه وتثبيت التربة والاستزراع الأشجار تكميلي وأشجار محلية بيئية من ضمن الأشجار الطلح النجدي والطلح الريديانة والسدر البلدي الجبلي والسدر البري والسلم وفي المناطق الربلي يزرع الغضاء والأرطاء والمرخ وكذلك الأراك ففيه التنوع طبيعي من الأشجار والشجيرات حين فيه الجزء هذا محمي طبيعي بدون استزراع لحوالي 20 سنة يعتبر الآن غابة طبيعية ويوجد كذلك في المنتزة مسار هايكنغ بطول 70 كيلو يتخلل هذا المسار استراحات وكهوف لعابر المسار أنا من أهالي المنطقة محافظة ثادق بالأخص في ثادق وعشت المنطقة من صغاري فكان الأمر متدهور في المنطقة وتصحر فمن فضل الله الوزارة ثم المركز تغير الوضع أثر الحماية وأثر التسجيل وأثر الرعاية تغير تقريبا مية في المية معظم الأعمال الموجودة في المنتزة والشركات المجتمعية وتكاتف الأهالي مع المركز فالحماية هذه أثرت إلى وجود أشجار وجود طبيعة خلابة يتنزهم فيها حتى كذلك الطيور بأنواعها زاد عدادة الحيوانات زادت كان فيها طيور ما نعرفها من قرضة من زمان واستعادت مع أثر الحماية بالنسبة للمدرجات المائية اللي نسويها في المنتزة هذه قديمة ما أخطيناها من الأجداد لها أربعمائة عام وجودة في البلد القديم فهذه تهدي من السيل وتوزع السيل على المزارع بالتقسيم ولا تسبب إن جراه في التربة فطبقناها في المنتزة وناجحة وزادت حتى المياه السطحية زادت المياه السطحية المنسوب بالنسبة للرأي الشخصي في إعادة الحياة وهذه فرحة ونجاح بالنسبة لي وبالنسبة للمجتمع كامل بالتكاتف مع الفريق اللي معي كأنه يد وحده شغالين وأفتخر بالعمل اللي أنا أعمل به وسعيد ولا أنشد عن الوقتنا سواء في إجازة ولا دائم شغالين أتمنى زيادة العمل وزيادة النشاط والتوسع في التشجير والتوسع في جميع الأعمال بالنسبة للوعي المجتمع فتغير في السنوات الأخيرة ويشاركون في أعمال التشجير مدارس وطلاب جامعات ورابطات والوعي تغير من ناحية النظافة من ناحية المحافظة على البيئة تشجير وتجريف تربة كلها إن شاء الله في تغير وتحسن بإذن الله